نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق من جانبه أكد أن الأمم المتحدة بحاجة لأكثر من مليار ونصف المليار دولار لدعم الاستقرار وتوفير مساعدات عاجلة لأكثر من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف شخصاً في حالة شديدة من الفقر في جميع أنحاء العراق تبحث الأمم المتحدة الآن عن أربعمائة واثنين وثمانين مليون دولار للسنة الأولى من برنامج إعادة التعافي والمرونة بالإضافة إلى خمسمائة وثمانية وستين مليون للمساعدة في إعادة استقرار المناطق العالية الخطورة بينما يبحث الشركاء الآخرون عن خمسمائة وتسعة وستين مليون دولار لتوفير مساعدة للبقاء على قيد الحياة لنحو ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف إنسان هم في حالة شديدة من العوز في جميع أنحاء العراق وذلك ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 اشتركوا في القناة